السلام عليكم اليوم التاسع والعشرون من شهر آذار العام 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية افتتح فيها السيد رئيس مجلس الوزراء الكلام بالتأكيد على الحكومة في أن تعمل حتى اللحظة الأخيرة كما كررنا وقلنا سابقا ما زالت هناك تحديات ويجب أن تمارس الحكومة عملها بانتظام وبمثابرة وجد وهذا ما نفعله استضيف اليوم الدكتور هاني العقابي وكيل وزير الصحة وقدم بين يدي المجلس الموقف الوبائي هذه الأيام والحمد لله خفت الجائحة جائحة كورونا وفي بلدنا تحديدا الأمور طيبة وجيدة وما زالت هناك التشخيصات الموجبة متدنية جدا إلى نسبة 2.5% وبالتالي هناك تطمينات على الموقف الوبائي في بلدنا كذلك تحدث عن حاجة وزارة الصحة ومجلس الوزراء أن يدعمها في مجموعة من الإقرارات وأيضا خاصة المستشفيات المشيدة على عقارات ليست تابعة إلى وزارة الصحة بل إلى وزارة المالية ووزارات أخرى مثل الإعمار وصوت مجلس الوزراء هذا اليوم بدعم وزارة الصحة لنقل ملكية هذه العقارات إليها باعتبارها مستشفيات وهذا أمر يبدو طبيعيا لأن المشيدات الموجودة من أملاك وزارة الصحة وهي مستشفيات فقرر مجلس الوزراء هذا اليوم لتسهيل عمل ودعم وزارة الصحة كذلك كانت هناك استضافة للسيدة سهل نجار رئيسة هيئة الاستثمار هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها البيئة الاستثمارية في العراق هذا أمر بات معروفا لدى الجميع صعوبة الاستثمار في بلدنا وهذه الحكومة على الدوام تحاول أن تضع معالجات لهذا الموضوع بصفة قرارات في مجلس الوزراء اليوم كان هناك حديث مستفيض من رئيسة هيئة الاستثمار ونقاش كثير أيضا بين السادة الوزراء أفضى إلى تعديل قرارات من شأنها أن تحسن البيئة الاستثمارية خاصة فيما تعلق بالقرار 245 لسنة 2019 الذي رسم ملامح البيئة الاستثمارية في العراق رجعت جملة من الفقرات في هذا القرار وعدلت وما زال الحديث وسيستمر في المجالس الوزرية القادمة نحو مزيد من تحسين البيئة الاستثمارية فيما تعلق بمنح الإجازات وتعديلها وبقية التفاصيل كل ذلك لكي نجعل بلدنا بيئة استثمارية سهلة تجذب المستثمرين وتسهل أعمالهم كان هناك أخيرا توجيه فيما يتعلق بالخطة الزراعية الصيفية هناك تنسيق عمل فيما تعلق بوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية تعلمون مرت على العراق ثلاثة مواسم شحة مائية شديدة جابهناها بمزيد من تخصيص المبالغ لمواجهة الشحة المائية لكن منح الأولوية للخطة الزراعية الصيفية القادمة أمر حاسم بالنسبة للوزارتين واليوم كان هناك نقاش في هذا الموضوع لرسم ملامح الخطة الزراعية والاتفاق عليها ليس بوزارة واحدة منفردة بل بنقاش وتفاهم بين وزارة الموارد المائية وأيضا وزارة الزراعة شكرا جزيلا